أكد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لم تملك خياراً سوى تنفيذ تطوير جذري في منظومات النقل والسكك الحديدية وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل أنه لو لم يبدأ التطوير مبكراً لزادت التكلفة أكثر من ذلك بكثير حيث أن الأسعار العالمية قد تضعفت اللي احنا شفنا النهاردة واللي اتعمل ده هو جهد الدولة المصرية وجهد وزارة النقل في أن هي مش تحسن مستوى الخدمة لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش يطرف أبداً مننا أنه لا كانت ممكن يتعامل يعني ممكن حد يناقش قول الاثنين تريليون الفريق كابل يتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في شيء تاني كلام مهم نسمعوا ونتناقش عليه لا ما كنتش أقدر ما كنتش أقدر لو كنا نتكلم على أنه نجهز بلدنا أولاً لخدمة مواطنية ثم لخدمة الحركة بتاعة دولة عايزة تنمو لمية مية وستة مليون دلوقت يمكن أكتر إزاي حنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات القدين كان يعني خرج من الخدمة مش كده أكامل والجديد مش موجود خالص فكان لابد إن إحنا ننفق الإنفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه النقاش كبير قوي على إن يعني هل الوقت كان ممكن يبقى أطول من كده إنت قلت مثالين ثلاثة على التكلفة المالية إن إحنا كان كل وقت بنعهضوا التكلفة المالية ممكن بزيد مش على قد التكلفة المالية عشان سعر الدولار تغير في مصر لا أنا بنتكلم على إن الأسعار العالمية تقريبا اتضعفت يعني الحاجة اللي كانت بتيجي باتنين مليون دولار زي الجرارات اللي تكلمت عليها بقت باربعة وشوائية طب أنا النهاردة لو بجد مية جرار في اتنين مليون يعني باتين مليون فاربعة يعني ربعمية وخمسين ولا بتاع مش كده أكامل أنا بس أقولي كلام دليل أن إحنا مكر كنت قلت الكلام ده قبل كده وتكلمنا فيه قبل كده كتير لكن أنا بأكده أن هي ثوابت في إدارتنا للعمل ثوابت في إدارتنا للعمل ترجمة نانسي قنقر